بده يصير فيه فراغ بعد ما يروح النظام بده يعبيه ناس بيعرفوا يديروا دولة وقعيين المجلس الوطني ما كان يعرف يدير حاله ومو يدير دولة فكان فيه حاجة ماسة لرجل عنده سي فيه فيه رئيس حكومة فيه وزير فيه فيه شيء من الدولة فكنا بيمثل حاجة له وانشقاقه كان ضربة قوية للنظام أقوى ضربة للنظام كانت انشقاقه هو بخلاف اللي بضحكوا علينا اللي كان فيه إعلام النظام سنين وقعدين طردوا النظام بجيبوا لك أنا انشقيت هذا كله كذب هو كان انشقاق حقيقي ومؤلم للنظام وخدم المعارضة وخدم الثورة بأنه صرنا نقول فعنا رئيس وزراء مو مجوعة حالمين وشعراء وكتاب وناس فزلكين وفنانين كتير كان عنا يعني زيادة عن اللزوم كله حكيم